إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا على مائدة القرآن وآيتنا اليوم من الجزء الرابع والعشرين قال الله تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في هذه الآية القصيرة في المبنى حقيقة عظمة وهي وعد الله تعالى لرسوله وأوليائه بالنصر وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة مهما طال الزمن واشتدت المحن وكثرت الفتن إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إذن سيجعل الله رسله والمؤمنين هم الذين ينتصرون على أعدائهم في هذه الحياة وهذه الآية تكرر معناها في آيات أخرى لكن بأساليب متنوعة قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال الله سبحانه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وقال عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وهنا قد يقول بعض الناس هناك أنبياء قتلهم أعداؤهم كما قتل اليهود يحيا وزكريا وأرادوا قتل عيسى وخططوا لقتل محمد صلى الله عليه وسلم وقد يستشكل البعض قضية قتل بعض الأنبياء دون أن ينتصر كيحيا ابن زكريا فقد قتله اليهود وكذلك زكريا عليه السلام وإبراهيم الذي هجر إلى الشام وعيسى الذي رفع إلى السماء ومن المؤمنين من ساموه سوء العذاب ومنهم من قتل شهيدا حرقوا في الأخدود أو ذبحوا أو نشروا بالمناشير ومنهم من كان في كرب وشدة واضطهاد وسجن وضيق فأين وعد الله لهم بالنصر في الدنيا طبعا الذين انتصروا كموسى عليه السلام نصره الله في معارك مثلا يوشع بن نون كذلك محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من نصروا بآيات كونية يعني مثلا هود وصالح وشعيب ولوط عليهم السلام وغيرهم نصرهم الله بكوارث ماحقة نزلت بأعدائهم صيحة زلزلة خسف ريح ونحو ذلك لكن من الأنبياء من قتل لا هو انتصر في معركة ولا هو نصر بشيء كوني مؤمنون قتلوا سجنوا سحقوا فأين وعد الله المذكور في الآيات سبب هذا الاستشكال أيها الأخوة والأخوات أننا قصرنا النصر في مفهومه على نوع واحد من أنواعه وهو النصر الظاهر النصر المادي النصر بالسلاح ونسينا ربما أن النصر له صور متعددة فالنصر قد يكون بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء على أيدي هؤلاء الأنبياء والرسل المؤمنين كما حصل لداود عليه السلام وسليمان قال الله تعالى وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وموسى الذي نصره الله على فرعون وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما نصر الله في بدر وقتل صنديد قريش فتح عليه مكة وفتح ولها اليمن ثم دانت له جزيرة عرب كاملها ودخل الناس في دين لأفواجها وجاءت الوفود تبايع وكذلك أصحاب نصرهم الله فتحوا البلاد والأقاليم انتصروا عن مرتدين وفارس والروم وفتحوا مصر والمغرب وفتحوا وفتحوا المدائن والقرى والقلوب وانتشر الدعوة المحمدية في أقاص الأرض وقد يكون النصر كما قلنا بإهلاك المكذبين ونجاة الأنبياء والمرسلين ما كان فيه جهاد قبل التوراة يعني ما كان النبي مثلا نوح أو هود أو صالح أو شعيب أو لوط يقاتل بمن آمن معه من عصاه ما كان في قتال بين المؤمنين وكفار ما كان الجهاد شرعة وإنما كان الله ينصر الأنبياء بعقوبات كونية مدمرة ومهلكة تقضي على أعدائهم كما نصر الله نوحا وعادا كما نصر الله نوحا على قومه وهودا على عاد وصالح على ثمود وكذلك كما حصل لأصحاب الرس أهل مدين لغيرهم قال تعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قد يكون الانتصار بانتقام الله من الأعداء بعد وفاة الأنبياء أو بعد وفاة المؤمنين كما حدث في من قتل يحيى عليه السلام فإنه قيل أنه لما قتل قتل به سبعون ألفا قال السدي رحمه الله ما قتل قوم قط نبيا أو قوما من دعاة الحق من المؤمنين إلا بعث الله عز وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين وإن قتلوا وقد يكون الانتصار وهذا مهم جدا ظهور الحجة والبيان وانتشار التوحيد والدين النصر لا يقاس بالأشياء المحسوسة فقط مثلا معركة جيش انتصار السلاح لا هذا إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار لا يرجع عن دينه ويبقى عليه ويخرج في قمة النصر وهم عاجزون أن يفعلوا شيئا له فخرج مهاجرا إلى الشام سحرت فرعون قتلوا أليس كذلك وصلبوا لكن نصرهم كان ثباتهم وبقاؤهم على الحق أمام الناس في الميدان وأن يحشر الناس ضحى على مرأة من الجميع بقوا على دينهم هذا نصرهم أصحاب الأخدود لم يقبلوا المساومة في دينهم أفضل الموت حرقا في سبيل الله وهكذا نجد أن بعض الدعاة إلى الله لما قتل شهيدا فإن الله نصر دعوته وأيد كلامه ونشر فضله وهكذا فسحرت فرعون وإيقتلوا وصلبوا لكنهم كانوا منتصرين بثبات مع الحق وأيضا فإن نجد أن قوله إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا جاء التعبير بلفظ المضارع ما قال نصرنا في الماضي قال إنا لننصروا يعني هذه عادته سبحانه مستمرة فالله عز وجل لا محالة ناصر الرسله ومؤيد دينه وكتابه ودعوته ومحبط مكائد الأعادي وقاطع أطماعهم وراد كيدا في نحولهم ثم هذه الآية فيها بشارة عظيمة لكل مستضعف في الأرض مهما تسلط عليه العدو بالأسر والقتل والاحتلال والتضيق والنهب فإن له بشارة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر على مخالفيه إلا بعد أكثر من عشرين عاما فتح مكة عمل وصبر وجهد ومثابرة فإذن النصر لا يأتي بسرعة هكذا بدون جهد وبدون عناء النصر مع الصبر ألا إن نصر الله قريب يقال لمن امتحن يقال له نصر الله قريب ويوم يقوم الأشهاد ختم الله الآية بذلك قائلا كما أننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ننصرهم كذلك يوم القيامة والأشهاد جمع شاهد والمراد بهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون الذين يشهدون على غيرهم يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة يوم يقومون يقوم يقوم الناس لرب العالمين ما في حد جالس وانتصار الأنبياء والمؤمنين على أعدائهم يوم القيامة يكون بأشياء أن يبين الله صدقهم للناس وكذب عدوهم وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم بإعلاء درجاتهم في الآخرة وينصر الله منهجهم فلا يقاومه شيء وينتصرون في كل المعارك الكلامية والحجج والمناظرات فلا يفوقهم خصمهم وينصر الله سبحانه وتعالى كلامهم فيبقى وكلام خصومهم يضمحل ويذهب ينصر الله هؤلاء ببقاء سيرتهم العطرة للأجيال تتربى عليها إذن أهل الباطل وإن حصل لهم استيلاء ظاهر وانتصار شكلي ولكن في الحقيقة لا عندهم مبدأ يدوم ولا حجة تبقى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر لأن الأرض يريثها عبادي الصالحون ثم أن استيلاء الكفار مؤقت ما هو دائم لا يبقى الله الأرض الكفار الحق والباطل في صراع وتدافع دائم والباطل قد يكون له شيء من الغلبة في الظاهر امتلاء وتمحيصا للمؤمنين وتربية لهم وذلك لاستخراج ما في نفوس المؤمنين من سلبيات ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم يعني الكفار ولكن يبلو بعضكم ببعض والباطل مهما علىه فإن آخرته إلى زوال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إن الباطل كان زهوقا فأما الزبد فيذب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال ذلك العالم الشاعر والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن لكنما العقبة لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لتادياني يعني إن نصر الآخرة أعظم من نصر الدنيا بكثير قال عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها إذن الأمة تبشر بالخير وأن دينها لا يمحى باقي وهناك مجددون سيظهرون ثم إن أهل الباطل تموت سيرهم فأي منجزات لأبي جهر وأبي لهب ولا يبقى من خبره إلا ما يلعن به أما المؤمنون تبقى سيرهم عطرة يترحم عليهم في الأولين والآخرين وإلا قل لي من الذي يترحم على فرعون ومن الذي يترحم على المفسدين من الطغاة والجبارين وفي هذه الآية إننا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ما ينشط عزائم المؤمنين ويصبرهم على المراغمة والمقاومة والمدافعة مهما تكالب الأعداء ومهما حصل البأس والشدة والإيمان بالله تعالى باطنا وظاهرا سبب لنصرة الدين ولذلك فإن الله عز وجل ذكر لنا هذه الحقيقة كي تبقى لنا ونعرف أن النصر لا يأتي مجانا بل لا بد من بذل الأسباب وفقني الله وإياكم لنصرة دينه ونسأله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعني كلمة الدين وأن يجعلنا ممن نصر بهم الحق إنه سميع مجيب أستودعكم الله